مدير الفاني المنتخب الأولمبي اتحسن? اتحسن بنسبة نقول 95% ميكالي البرازيلي يعني خلاص المفاوضات وصلت معها مراحل متقدمة جدا 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 ويمكن ساعات ان شاء الله خلال الساعات القليلة المقبلة يتم الاعلان بشكل رسمي تواصل مع مجلس الدارة اتحاد القرى وتامل اتفاق على معظم البنود التعاقد واعتقد بنسبة كبيرة حتى هذه اللحظة ان هم يعني اتحاد القرى ممكن بيحاول يعني ان راجل يوصى ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي حجزة التذكر ان شاء الله اه يعني خلاص الامور نقول حسمت ولكن طبعا تعرف ربما تحصل حاجة الموضوع يتأخذها هيجي الواحدة وانا امه 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 امشاعدين معها تلاتة مساعدين منهم مدرب احمال ومحلل اداء ومدرب مساعدة وده بيدل فرصة ان مش معا مدرب حراس ماما وده يدي الفرصة لكابتن عصام الحضر ان نسب تواجده في الجهاز الفني للمتاحب الولمبي كبيرة جدا وخاصة ان معظم اعضاء اتحاد القرى وعدد كبير منهم شايفين ان عصام الحضر اسم كبير جدا وانه حتى كنت تعرف انه كان متواجد مع المنتخب الاول وافق ان هو متواجد مع المنتخب الولمبي في اعتبار اضافة كبيرة جدا جدا وعلى فكرة ميكالي ده كان اصلا حارس مرمى كمان اه ففيه هو طبعا كان حصل على 2016 مع المنتخب البرازيل على المنبيات المنبيات الجبيرة المنبيات الجبيرة تأتي اسم كبير كبير جدا 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 واعتقد ان هيبقى نجاح لاتحاد الكورة برضو زي ما حق ان نجاح كابتن حزين امه اتعاقد مع فيتوريا مدرب كبير جدا اعتقد ان عندك معلومة ان فيتوريا شارك يعني خدوا رأيه في الراجل لازم ان هو هو اتفق معهم هو اتفق معهم وكان المفروض كمان ان انا قلت لحضرتك من فترة هنا ان هو قال لهم المدير الفني الجديد للمنتخب الولمبي انا المفروض انا قبل ما تعلنوا او او تتعاقدوا مع مدير فني اه للمنتخب الولمبي لابد انا الكلام ده انا قلت مع حضرتك صح من حوالي اكتر من اسبوعين او ثلاثة صح وهتلاقي الحلقة موجودة اه فاتكلموا معي طبعا واي مدير فني كان هيجي للمنتخب الولمبي والراجل قال لهم استشاروني بس على اساس ان ده هتعامل معاه صح فترة طويلة وقال لهم بالحرف الواحد كده القوام الاساسي للمنتخب الولمبي اللي هيكون معايا في كاس العالم الفين ستة وعشرين ولابد ان يكون في تعاون بشكل ببير جدا طيب وده نفس الامر مع المدرب المساعدة هتكلم يعني السؤال ان شاء الله اللي جاي بس هدي الفرصة باستاذ احمد بقى لو انت تستقف حاجة يالله بيدا